اشتركوا في القناة النائب الرسولي في جتوب شبه الجزيرة العربية والمدبر الرسولي في شمال شبه الجزيرة العربية بمناسبة زيارتهم للبلاد لحضور حفل افتتاح الكاتدرائية الجديدة في مملكة البحرين وسلم الكاردنال لويس تاغل إلى جلالة الملك المفدى رسالة خطية من قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان تتضمن شكر وتقدير قدسته إلى صاحب الجلالة الملك المفدى على افتتاح الكنيسة بمملكة البحرين كما أشاد في رسالته باهتمام جلالته حفظه الله بتعزيز العلاقات بين مختلف الأديان والثقافات داعين الله أن يحفظ جلالة الملك المفدى وشعب البحرين ويبارك جهود جلالته من أجل السلام والمحبة بين الجميع كما نقل الكاردنال لويس أنتونيو تاغل إلى جلالته تحيات قداسة البابا فرانسيس وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام تقدم والرقي والتطور فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لقداسة البابا بمنفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد في مساعيه الخيرة والإنسانية النبيلة كما ثمن جلالته الدور المهم لقداسة البابا فرانسيس في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان والحضارات ونشر قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش بين الجميع مؤكدا حفظه الله على حرص مملكة البحرين الدائم لتوثيق علاقات الصدقة والتعاون القائمة مع دولة حاضرة الفاتيكان وتبادل الزيارات بما يسم في ترسيخ المحبة وتعزيز السلام ورحب جلالته بالجميع وبمشاركتهم في افتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية التي يأتي تجسيدا للدور الحضاري والإنساني للمملكة واحتضانها لدور العبادة لمختلف الأديان منذ عقود طويلة وما يتميز به شعبها عبر تاريخه العريق من روح التسامح والاحترام والمحبة للجميع وقد أعرب الجميع عن تقديرهم وشكرهم لجلالة الملك المفدى على حرصه الدائم في تعزيز التقارب بين الثقافات والأديان وما تشهده البحرين من تقدم ونهضة شاملة وبمواقف بملكة البحرين في دعم التعايش بين مختلف الأديان ترجمة نانسي قنقر